خلال مقابلته السنة الفائتة ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس قال محمد صلاح إنه عندما تناول الكشري والفطير المصري شعر بالذنب وصام شهرا بحاله ولكنه ربما يصوم سنة بحالها اليوم بعد ظهوره بإعلان لشركة بيبسي يتناول الكبدة والحووشي والكشري ولكن هل فعلا من ظهر في الإعلان هو محمد صلاح إعلان شركة المشروبات الغازية بيبسي والذي ظهر فيه النجم المصري محمد صلاح يصوره برفقة لاعب ليفر بول السابق الكرواتي ديان لوفرين وذلك في شوارع محافظة الإسكندرية وهما يتناولان الكبدة في العربات في الشارع وطبعا احتفى به المصريون وخصوصا أهل الإسكندرية ولكن آخرين تساءلوا حوله مشككين بطريقة التصوير شاهدوا الفيديو وحاولوا أن تكتشفوا إذا كان هناك فعلا شيء غريب ماذا هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ يا محبي محمد صلاح انظروا إلى هذه الصورة بتركيز هل ترون فيها شيئا مختلفا أو غريبا؟ ركزوا هنا بالضبط على من يفترض أن يكون محمد صلاح الكثيرون من عشاق صلاح الذين يحفظون التفاصيل وجهه ظهرا عن غيب علقوا على تلك الصورة ضمن أمور أخرى قائلين أن هناك اختلاف بسيط في ملامح محمد صلاح ليظهر شبيه محمد صلاح الشاب المصري محمود فرفور الذي قال إنه قام بدور محمد صلاح في الإعلان إذ نشر فيديو من خلف الكواليس على حسابه على تيكتاك مرة أنا وصديقي لوفرين هذا هو أصدقائي أخبروا أصدقائي لأصدقائي مرحبا أصدقائي مرحبا أصدقائي أصدقائي على مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين حول ما إذا كان هو فعلا من ظهر به أم لا أو إذا كان ظهر في كل الإعلان أم في مقاطع منه حسرا وسط حديث حول استخدام الذكاء الاصطناعي لتعديل صورة شبيه صلاح ودمجها مع صورة اللاعب الأصلية مثلا شككت عائدة في كون محمد صلاح هو من يظهر في الفيديو وكتبت على تويتر بصرف النظر عن بيبسي الذي لا يمكن أن يشربه ولا الأكل لو نزل مصر زي ما قال مرة لكن أظن مش صلاح بالإعلان بالذات مقاطع الإسكندرية بينما تساءل آخرون ما إذا فعلا ستقوم شركة معروفة بالتصوير مع شبيه صلاح بدلا من اللاعب المعروف مثل حساب باسم السيد يقول معلش الناس اللي بتقول أنه مش صلاح هل معقول شركة عالمية زي بيبسي هتتعائد مع لوفرين وشبيه صلاح أظن ده بيضرب مصداقية الإعلان مشاهدين من جانبه محمد صلاح لم يعلق على الأمر حتى الآن نفيا أو تأكيدا لكنه نشر الإعلان على صفحته على فيسبوك وهذه المرة طبعا هي ليست المرة الأولى التي يروج فيها رياضيون لمنتجات تعد غير صحية اتعمل العديد من الشركات على استقطاب لاعبي كرة القدم في إعلاناتهم مثل ديفيد بيكم وكريستيانو رونالدو وليان المسي ترجمة نانسي قنقر